نبدأ النقاش وأرحب بضيفي عبر خدمة سكايب ينضم إلينا الدكتور فؤاد عبد الرازق المحلل السياسي كما أرحب أيضا من القاهرة بالدكتور أيمن شبانة أستاذ بمعهد الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة أهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك دكتور شبانة يعني إذن بدعوة من الاتحاد الأفريقي يعقد وزراء الخارجية والمياه في مصر واثيوبيا والسودان هذه المفاوضات من جديد والاجتماعات لمناقشة ترتيبات مفاوضات سد النهضة بعد التوقف لسبع أسابيع ما الجديد في هذه الجولة من المفاوضات برأيك؟ هذه الجولة مدفوعة أساسا بتصريحات الرئيس دونالد ترامب التي أكد فيها حقية مصر في تأمين حصتها من المياه وحق المصريين في القيام بأي عمل من شأنه الحفاظ على المصالح المائية إذن ترامب حرك المياه الراقدة وجاء رد الفعل من جنوب أفريقيا وهي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقية التي دعت أطراف الأزمة الثلاثة إلى الاجتماع مجددا لمناقشة تطورات الأزمة وتحريك المصاري التفاوضي لكن لا أعتقد أن هناك معطيات جديدة دفعت أطراف التفاوض إلى استئناف المفاوضات وبالتالي لا أعتقد أن هذه الجولة يمكن أن تخرج بجديد لأن المقدمات واحدة وبالتالي ستكون النتائج مثل ما آلت إليه الجولات السابقة وهو أن لا تفضي المفاوضات إلى شيء جديد ما رأيك دكتور فؤاد عبد الرازق وأجدد الترحيب بك معنا ما هي الضمانات أن هذه الجولة لن تقول كغرارها من الجولات السابقة إلى الفشل باعتقادك شكرا لنا وفي الواقع كما قال دكتور شابانا تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب حركت المياه الركدة بالفعل ومن هنا أتوقع لهذه الجولة نجاحا أكثر مما توقعه الدكتور شابانا لأسباب عدة ولن يجب أن نقرأ قراءة متأنية في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الواقع تلقيها من الجوانب الثلاث الأخرى كان يتسم بالهدوء والموضايا خاصة من جانب مصر نعم مصر ساعدت بهذه التصريحات هي تصريحات إيجابية جدا وألقت بالضوء الأحمر بالنسبة لإثيوبيا التي تهمت بالتعند في المفاوضات السابقة لا أعتقد أنها ستتعند هذه المرة خاصة وأن الأمر جاء من أعلى قوة في الكون يعني الولايات المتحدة الأمريكية ولكن دكتور فؤاد ما هي جدوى هذه التصريحات للرئيس الأمريكي وإن كان أخذ موقفا واضحا من هذه المفاوضات خصوصا في ظل ما يجري من الاستعداد له الآن من انتخابات أمريكية لا يعلم بعد ما إذا كان سيبقى بعدها ويفوز بالرئاسة هنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسة الخارجية الأمريكية ثابتة بصرف النظر عن الرئيس الموجود في البيت الأبيان طالما هذا موقف السياسة الخارجية هناك علاقات بين إثيوبيا وأمريكا إثيوبيا حريصة أيضا عليها هناك تهديد بسحب المعونات التي تقدمها أمريكا أمريكا أيضا ساءها تفضي المفاوضات التي أجريت في واشنطن بأنها وصلت إلى طريق مزدود بسبب التعنت الأثيوبيا الواضح لأن هناك نقوس من جانب إثيوبيا يعني مصر من جريفة لا تمانع في أن تقيم لا لم تمانع في أن تقيم إثيوبيا السد لم تمانع في أن تستفيد من ناحية الكرباء والشيء ولكن المعطيات الأخرى الخاصة بكمية المياه تتضفق المياه بما يضر المصر خاصة في أوقات الجفاف يجب أن تكون هناك مرونة أكبر وأيضا بمساعدة السكان في هذا الموقف تصريح له أهمية الكبرى في الواقع وليس تصريحا عابرا لمجرد الانتخابات أسأل في هذه النقطة رأيي دكتور أيمن إذا ما سمحت لي لأشركه معنا ما رأيك دكتور أيمن هل بالفعل سيكون لهذا الموقف من الرئيس الأمريكي التأثير بدفع هذه الجولة من المفاوضات قدما على عكس الجولات السابقة والضغط ربما على الجانب الأثيوبي لعدم التعنت في موقفه في هذه المفاوضات في تصوري أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها طرع هذه المفاوضات منذ 6 نوفمبر الماضي في إطار خارطة طريق واشنطن إلا أنها لم تمارس ضغوطا كافية على الجانب الأثيوبي لكي تدفع أثيوبيا إلى إبرام اتفاق شامل حتى أن الانسحاب الأثيوبي من المصارى التفاوضي في نهاية فبراير 2020 كان على علم مسبك من الإدارة الأمريكية ولم تسعى واشنطن إلى إثناء آديس أبابا عن المضي قدما في هذا الانسحاب حتى العقوبات المالية الأمريكية وقطع الجزء من المساعدات الأمريكية إلى إثيوبيا جاء في سبتمبر الماضي يعني بعد سبعة أشهر كاملة من الانسحاب الإثيوبي حتى التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب هي تصريحات تأتي في سياك الحملة الانتخابية الأمريكية تصريحات زرفية تصريحات وقتية لا يوجد ضمانة لتمسك الإدارة الأمريكية القادمة بهذه التصريحات هي تصريحات أيضا تدفع المنطقة إلى حافة الهوية يعني كأنه يعطي الضوء الأخضر لمصر لتفجير سد النهض على حد قولي وفي تصور أن حتى إذا لم أقدمت مصر على ذلك وهو لن يحدث فإن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترحب بهذه الخطوة المصرية وكان من الأقدر بالرئيس الأمريكي أن يمارس مزيدا من الضغوط على إثيوبيا لكي يتفعل الجلوس إلى مائدة التفاوض وهذه الضغوط في تقديري ليست ضغوط سلبية يعني لا يشترط أن تكون هذه الضغوط سلبية ربما تكون هذه الضغوط إيجابية بمنح إثيوبيا مثلا مساعدات أو مزايا معينة لكي توافق في المقابل على إبرام التفاق شامل وليس مجرد قواعد استرشادية تصرع إلى إثيوبيا لماذا هذا الإفراط بالتفاؤل دكتور فؤاد على الرغم من أن سياسة الولايات المتحدة حتى في مناطق عدة في المنطقة وفي الشرق الأوسط تعتدنى على عدم وضوح استراتيجيتها وعدم جديتها في الأزمات المتعلقة بالمنطقة وهي لم تسبق بأن تفرض بالفعل وتضغط على الجانب الأثيوبي لعدم انسحابه من الجولات السابقة لماذا تعتقد أن هذه المرة دور الأمريكي سيكون مختلف؟ لنا نقول لك في البداية نقرأ قراءة هادئة في تصريحات الرئيس ترامب لا يجب أن نقرأ فيها كثيرا لأنه لم يعطي الإشارة الدولة بفعل بأن مصر تدق السد أو تفجر أو تنسف أو ما إلى ذلك لكن في شكلها دعوة إلى الحرب ولكن في مضمونها هي دعوة إلى العودة إلى المفاوضات بصورة جدية أثيوبيا استشعرت خطرا أيضا وردت على الرئيس ترامب وقالت أن هذه دعوة للحرب ولكنها في نفس الوقت كما شاهدنا هذه المحجزات استؤنفت على الفور ورئيس المفوضة رئيس جنوب أفريقيا تصدى للموضوع ويأخذوا أكثر بجده أكثر من ذي قبل بالفعل قد حركت تصريح المياه الركضة كما قال التورت شبانة وهذا أيضا في حد ذاته يدعو إلى التفاؤل لأن لا أحد من الدول الثلاث يريد الدخول في حرب الكل يدفع إلى المفاوضات كل ما هناك أن مصر ستستند إلى ورقة أقوى من ذي قبل في موقفه خاصة أن مصر لا تريد أن تحرم إثيوبا من أي شيء لكن تريد حصة عادلة من المياه وخاصة في أوقات الجفاف فهي ليست مسألة تفاؤل مفرد بقدر ما هي قراءة متأنية في الموقف الحالي لمصر وإثيوبيا ومعهم السودان حسب ما سمعنا من التصريحات يعني مثلا رئيس وزير الرأي السوداني أو وزير الزراع يقول أنه التعنت غير مقبول يعني المفروض لازم هناك أسس جديدة للاتفاق أعتقد أن السنارة أسس جديدة في هذا الاتفاق هل بالفعل سنارة دكتور أيمن شبانا؟ أن نعب على السيكولوجية العقلية الإثيوبية لكي نفهم العقلية الإثيوبية كيف تتحرك وأن هذا المشروع يساند جديا أبي أحمد في مواقفه وعنده مشاكل أيضا في الداخل فهو يتخذ من هذا مشروع قوميا له ولا ينسب له ينسب إلى ما قبله من الزنام الدكتور أيمن وسأعود إليك هل بالفعل سنشهد أسوء جديدة لهذه المفاوضات باعتقادك وما هو الدور إلى أي مدى يمكن ريهان على الدور السوداني في هذه الجولة بالمفاوضات لإحداث حل حل أو خرق حقيقي فيها في التصور أن هذه الجولة من المفاوضات جاءت على عجالة كنوع من رد الفعل للتصريحات الأمب ودعوة سيرل رمانفوزة رئيس جنوب أفريقيا لكن الاتحاد الأفريقي ذات وراعي هذه الجولة من التفاوض لا يملك أكثر من الوساطة الناعمة وهذا الأمر يروك جدا لإثيوبيا التي تتهرب دائما من التسويات القانونية وتميل إلى التسويات السياسية التي لا تلزمها بأي شيء أيضا جدوى الأعمال هذه المفاوضات غير محددة حتى الآن وإثيوبيا في كل مرة تريد أن تتفاوض من نقطة الصفر وتريد أن تعيد التفاوض على المسائل التي كانت قد حسمت في الماضي في تصوري أن التفاوض لكي يكون مجديا هذه المرة لابد أن نتفاوض على قواعد الملء الثاني وعلى نظام التشغيل المستدام وعلى الآلية القانونية التي يمكن إعمالها من أجل تسويات أي نزاع قد يطرأ في المستقبل بدون الاتفاق على هذه النقاط الثلاث أعتقد أن هذه الجولة من المفاوضات سوف تخرج خالية الوفاد ما رأيك هنا دكتور فؤاد أين تكمن جوهر الخلافات العالقة حتى هذه اللحظة في هذه المفاوضات هل هي بالفعل على مسائل تقنية وفنية أم هي متعلقة بالأليات من وجهة نظرك وما إمكانية تذليلها هذه المرة إذا أشرك الفنيون بالفعل وكان لهم الكلمة العليا في هذا الموضوع هل يجب أن يكون إذا كان هناك إشراف خارجي أيضا خارج الاتحاد الأفريقي خارج مصر وسودان وإثيوبيا أمريكي أيضا يكون له حضور وأعتقد أنه له حضور في هذه المحادثات فهنا الجانب الفني يغلب على الجانب السياسي أنا قلت الجانب السياسي هو مسألة تخدم رئيس الوزراء الإثيوبي وموضعه في الداخل لأنه باع هذا المشروع على هذا الأساس باعتباره المشروع القام بوقات ربما مصر مدت له هذا الحبل في وقت من الأوقات لكنه ضاعف من الطلبات ضاعف من كمية الأنمية وبالنسبة لمال الخزان يعني دعيني أكون أكثر تفاؤلا من الدكتور جبانة هنا ويعني لا نستابق النتائج يعني لا أستطيع أن أحكم على جولة محساب بالفشل وكونها عقدت بسرعة هذا دليل أن تصريحات الرئيس الأمريكي قد أحدثت رد الفعل أي كان يعني فهو شيء إيجابي وليس سلبي طيب دكتور أيمن شبانة يعني إذا مذهبنا بالفعل إلى سيناريوه عدم نجاح هذه الجولة من المفاوضات في تحقيق أي تقدم ماذا يعني ذلك وما السيناريوهات التي ستترتب عليه والخيارات بالنسبة للقاهرة أيضا يعني طبعا أتمنى أن أضم إلى الدكتور فؤاد في رؤيته المتفائلة ولكن مضت تسع سنوات من جولات التفاوض وحدة طلو الأخرى لم يحدث أي تقدم أو أي اختراق نوعي يعتد به في هذا المصار التفاوضي وأعلنت مصر من قبل مرارا أن هذا المصار اعتراه الجمود لكن في تقديري أنه إذا ما فشلت هذه الجولة فإن على مصر أن تبزل كافة الجهود من أجل إعادة الملف مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي لأنه يبقى صاحب الاختصاص الأصيل في التعامل مع القضايا والملفات التي تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وإحالة هذا الملف إلى الاتحاد الأفريقي بمجم مصاك الأمم المتحدة المدة 52 في هذا المصاك لا تعني بأي حال أن مجلس الأمن قد رفع يده كليا عن التعاطي مع هذا الملف الذي بالفعل من شأن أن يهدد الاستقرار والسلم والأمن في القرن الأفريقي وحوض النيل إذن مصر لابد أن تعيد الملف إلى مجلس الأمن الدولي إذا ما فشل الاتحاد الأفريقي ففشلت هذه الجولة في إحداث اختراق نوعي في المفاوضات وعلى مجلس الأمن أن يتعامل مع هذه القضية بمجم الفصل السابع من مصاك الأمم المتحدة الذي يتيح لمجلس الأمن الحق في فرض عقوبات على الجانب الذي يبدو أنه متعنت لأن مصر وافقت منذ البداية على إنشاء السد كل ما تريده مصر أن يدار هذا السد بأسلوب الإدارة المشتركة وليس السيادة المطلقة التي تتطلع إليه إثيوبيا أيضا على مصر أن تمنع بكل السبل الملء الثاني لسد النهضة الذي من المنتظر أن يكون في يوليو من العام عشرين واحد وعشرين لأن الملء الثاني سوف تكون له آثار وخيمة على كل من السودان ومصر نعم بالإضافة إلى ما تفضل به دكتور شبانة أسألك هنا دكتور فؤاد ما هي خيارات مصر في التعامل مع هذه الجولة في حال فشلها وهل تلقي هنا أو تأخذ إثيوبيا بالا لهذه الخيارات التي قد تقدم عليها هو المصار الذي طرح الدكتور شبانة مصار جيد ومصار العودة إلى مجلس مصر بالفعل قدمت هذا الملف إلى مجلس الأمن واستاءت وقتها إثيوبيا قال لماذا ماذا من التفاوض موجودة لماذا نلجأ إلى مجلس الأمن لجولة إثيوبيا أمر مشروعه أمر جايي كل ما أحزن منه أنه لا يمكن أن تصل الأمور إلى مرحلة الحرب أو مرحلة الدخول في هذه الأعمليات العسكرية كما يحلو للبعض بأن يروج لها لأنها ستضر بجميع الأطراف هي ورقة في يد مصر ولكن لا أعتقد أن مصر ستلعب هذه الورقة أما موضوع مجلس الأمن ربما يأخذ وقته وهو أفضل طريق من طريق الحرب الذي لا أعتقد أن أي من الدول الثلاث مصر وسودان وأثيوبيا يعني مستعدة لهذا الأمر وأرض أن أعود إلى تحريك الأمور ربما نشهد بعض التقدم على هذا لأن الكل يعرف النقاط لأن نفس أن فيبيا قالت أن 75% من المحدثات نجحت إليها برعاية الاتحاد الأفريقي فهنا تستشعر أيضا بأن عليها أن تتقدم أن تأخذ الخطوة الأولى في هذا المجال وضعت في الاعتبار المناخ الدولي وضعت الاستياء مصر من طريقة التفاوض التي تتعنت فيها الدور السوداني أيضا يجب أن يكون نشيطا بل وأكثر نشاطا منذ قبل أنه في المرحلة السابقة لم يكن الدور السوداني فعلا لدرجة كبيرة لكن الآن بعد تغير الذي حدث في السودان الموقف يتغير والسودان أيضا لا متضررة أيضا من هذا الموضوع فأعول على هذه الأمور أكثر مما أعول على الخيار العسكري أشكرك جزيلا دكتور فؤاد عبد الرازق المحلل السياسي من لندن كما أشكر أيضا دكتور أيمن شبانة أستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة كنت معنا من القاهرة شكرا لكم اشتركوا في القناة